قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التهنئة لشيخ محمد صباح السالم الصباح على صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لوزراء الكويت وفي اتصال هتفي أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لشيخ محمد صباح السالم الصباح بالتوفيق في مهامه لتحقيق الخير والسلام والرخاء لشعب الكويت الشقيقة مؤكداً استمرار التنصيق الوثيق بينهما لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية من جانبه أكد الشيخ محمد صباح السالم الصباح عمق العلاقات التي تربط مصر والكويت وما بين الشعبين من روابط تاريخية وهو ما سيعمل على دعمه بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء